وعلى مستوى السوق السعودي فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تدولة اليوم على انخفاض بنسبة 0.16% عند مستوى 11707 نقاط تدولات بلغت قيمتها الإجمالية 7 مليارات ريال فاصل 696 مليون وقات جاء سهم شركة الموارد القوى البشرية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 9.98% ليغلق عند 130 ريالاً تلقى سهم شركة المطاحنة الأولى بنسبة 6.66% ليغلق عند 94.50% ارتفع أيضاً سهم شركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات بنسبة 5.75% عند 375 ريالاً بينما تصدر سهم شركة فتيح القابدة قيمة الأسهم الأكثر انخفاضاً نسبة 4.48% عند 41 ريالاً فاصل 25 موسيقى 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 موسيقى